مادة عقود التمويل الإسلامي عقود التمويل الإسلامي وهذه المادة يعني هي في الحقيقة مسمى حديث ولكن كثير مما في هذه المادة يعتبر من العقود المعروفة المشهورة يعني سيتنا أن ندرس مثلا القرض وندرس التقصيط وندرس الإيجارة المتهية بالتمليك وندرس البطاقة الاعتمانية التورق وكثير من هذه العقود أشياء معروفة جدا ولكن هي تسمى عند الفقهاء المعاصرين بالتمويل بل تسمى هذه التسمية التمويل تسمية عند الاقتصاديين قبل أن تكون تسمية عند الفقهاء المعاصرين وإلا غالب هذه العقود هي عقود تدخل تحت عقود المعاوضات أو عقود الديون وعقود الوفاء و قبل أن نتكلم عن هذه المادة أحب أن ننبه على أن الأصل في المحاضرة أن تكون هنا في البلاكبورد وأننا بإذن الله تعالى سنضع رابط المحاضرة بعد ذلك في المنتدى في تدارس هذا أولا ثانيا الأصل معنا في كل المستوى أني سأشرح المادة وأقف مع كثير من المسائل ولن أستطيع أن أقف مع كل مسائل المادة لأنكم تعرفون أن المادة قرابة الثلاثين محاضرة ونحن لن نستطيع أن نتكلم إلا في إثني عشر لقاء فسنتكلم عن الأمور المهمة جدا ثم سيجاح المجال للمناقشة وأصل اللقاءات المباشرة إنما عقدت لنظر في أسئلة الطلاب وإشكالاتهم ولكن بما أن الحضور ليس بالكثير ولو استغلقت المحاضرة جميع إشكاليات الطلاب فإنه سيبقى وقت كبير جدا فإن سأقف مع مسائل وقوفا قد يطول ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى سأستمع أستمع الأسئلة من جميع الطلاب هذا أمر الأمر الذي يليه الأصل وهذا يؤكد عليكم في كل مستوى وفي هذا المستوى بالذات الأصل هو المحاضرات المرئية والمسموعة التي ألقيت هذا هو الأصل فلو ذكر هناك ترجيح وذكر هنا ترجيح فالراجح هو ما ذكره الشيخ في المحاضرات المسموعة والمرئية هذا أولا ثانيا إذا ذكرت هناك مسائل ولم تذكر هنا فقد تأتي هذه المسائل في الاختبار فلا تطالبون أبدا بما يذكر هنا لا من زيارة مسائل ولا من ترجيحات وإنما المقصود من هذه اللقاءات المباشرة التوضح ما استشكل على الطلاب وهذا أعيده وأبدئ فيه وهو أن الأصل هو المحاضرات المحفوظة الملقاة المرئية والمسموعة التي ألقاها الظهر عندكم شيخ يوسف شبيلي فهذا هو الأصل وهذه المحاضرات إنما هي لتوضيح ما استشكل وأما عن المذكرات فالتعليم عن بعد لم يتبنى أي مذكرة وإنما دائما يرسلون إلينا ويؤكدون بأن لا يرد الطلاب إلى المذكرات وأن المرد للطلاب هو المحاضرات المرئية والمسموعة وجدت مذكرة فرغت كل ذلك الحمد لله لكن لا نحاكم على المذكرة إنما نحاكم إذا أتينا بسؤال خارج المحاضرات المرئية والمسموعة إذن هذه هي أهم المسائل قبل أن نبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة طيب المسألة التي تليها هو أن بإذن الله تعالى سأشرح وأناقش بعض المسائل والأصل أنا عندي أني أضع ملف بوربوينت ولكن المشكلة البلاك بورد هذا سيء ليس كالبلاك بورد الذي في تدارس الذي كابق في التعليم عن بعد ذاك البلاك بورد كنت مباشرة أضعه فيظهر لي نفس الخط هذا إذا وضعت ملف بوربوينت يأتي الخط متداخل العحف متداخلة في إشكاليات كبيرة ما أدري هل ستحل في هذا البلاك بورد أو لا لكن المحاضرة اليوم لا تكون هناك شرائح بوربوينت المحاضرات القادمة بإذن أن أضع شرائح بوربوينت إذا حصل في إشكاليات بقية الإشكالية في البلاك بورد قد نستغني عنها إن كان هنا أخر شيء هو أن أسئلة تكون عبر المحادثة نعم هناك في إشكاليات في التسجيل وفي غيره هناك يطرد بعض الطلاب ويدخلون وأنا ألقي فيه كل محاضرات الصباحية الانتظام ألقي فيه أحيانا يضعف الاتصال أحيانا يقطع الصوت في إشكاليات طيب نأتي الآن إلى الدرس مباشرة الأسئلة تكتب عبر المحادثة مباشرة إذا انتهيت من شرح كل مسألة سأقول هل هي واضحة قال الجميع نعم أنتقل المسألة التي تليها الدرس الذي سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن درس اليوم في معنى التمويل مع معنى التمويل لغة ومع معنى التمويل إصطلاحا ثم سنتكلم عن الألفاظ ذات الصلة ومسميات التمويل الأخرى والفروق بين التمويل وبين ما يشابه ثم بإذن الله سنتكلم عن أهمية عقود التمويل وأهمية الوفاء بها وما جاء في النصوص من الوعد والوعيد في ذلك أمولا نأتي إلى مسألة الأولى وهي معنى التمويل التمويل لغة مأخوذ من المال تمويل أصله مأخوذ من المال والمال في اللغة في الأصل هو ما تميل إليه النفوس أي تحبه ولذا يقول سوقي في أبياته المعروفة رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله فالنفوس تميل إلى المال وتحبون المال حبا جم كما يقول الله سبحانه وتعالى تأكلون وتحبون المال حبا جم فهذا هو أصل المال ثم سمي المال لكل ما يتمول ويعرفون المال عندنا في الفقر بأنه كل عين مباحة نفع بلا حاجة وليس معنى المال هو فقط النقود النقود جزء من المال المال يشمل كل ما يجوز الانتفاع به من الأعيان بلا حاجة فالسيارة مال والكتب مال والبنيان العقارات مال أموال كلها أموال فكل ما يتملك ويباح النفع به فهو مال إذن هذا أصل كلمة مال ما هو التمويل هو طلب هذا المال يتمول أي يريد أن يطلب هذا المال هذا الأصل التمويل في اللغة أما في الاصطلاح فأصل التمويل هو عقد يراد منه مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آج يعني شيء حاضر تأخذه أنت شيء آجل تدفعه أو العكس شيء حاضر تدفعه بشيء حاضر شيء حاضر تدفعه بآجل تأخذه لابد أن يكون أحد المتعاقدين يأخذ بالآجل وأحدهما يأخذ بالحاضر فهذا هو أصل عقود التمويل ولا يراد من عقود التمويل تنمية المال في الأصل وإنما يراد منها التسهيل على النفس بأخذ أموال لدفعها مؤخرا وأبرز صورة من صور التمويل بل إن كثير من الناس يلحق صورة التمويل بها وهي ليست منه أو ليست يعني هي صورة من صور التمويل وليست كل التمويل هو القروب القروب آخذ شيء حاضر وأدفعه آجلا أو أدفع شيء حاضر وآخذه آجلا أحد الطرفين هكذا وأحد الطرفين هكذا ففي مثل هذه الحالة يسمى تمويل وإذا كثير الناس يلبس أو يخلط بين القرض وبين غيره فيذهب إلى البنك ويأخذ تورق ويقول أخذت من بنك الراجح قرض يذهب إلى البنك ويأخذ بيع مرابحة للوعد بالشراء أو للآمر بالشراء ويقول أخذت قرضا يتعامل بالإيجارة المنتهية بالتمليك ويقول أخذت تقصيطا فيخلط بين هذه المسائل وكلها راجعة للتمويل لكن فيه شيء قرض وفيه شيء تورق وفيه شيء بيع المرابحة وفيه شيء قصيد وفيه شيء إيجارة منتهية بالتمليك لا بد أن نفرق بين هذا وبين هذا وبين هذا إذ الخلط بينهم يترتب عليه أحكام كبيرة جدا يعني كثير من الناس يقول أنتم تقولون أن البنك الفلاني لا يتعامل بالربا وأنا اقترضت منه بقرض ربوي أو أعرف من اقترض منه قرض ربوية نقول ما صورة هذا القرض يقول اقترضت منه عن طريق الأسهم اشتريت أسهم مؤجلة وبعتها عليه حاولة نقول هذا ما هو قرض هذا لا يسمى قرضا عند أحد من الفقهة هذا يسمى تورق وسبب ذلك كما تقدم الخلط واللبس الذي عند كثير من الناس في هذه العقود طيب إذن هذا هو معنى التمويل والتمويل له عند الاقتصاديين في صوت لما في صوت الإخوة يقولون في صوت في أحد عندهم ينقطع عند الصوت قد يقول هي عنده الإخوة يقولون في صوت طيب نرجع ل تسميات التمويل وللفائدة هذه التسميات هي تسميات المصارف عند البنوك عند يعني هي لا تجدها في كتب الفقه ولذا ترى غالب التسميات الآن التي ستذكر لكم غالبها تسميات إقية يعني من تسمياتكم أنتم ومن تسميات الفقهة أنتم أهل الاقتصاد وهذه تسميات الاقتصاديين التسمية الأولى تسمى عقود التمويل بعقود الاعتمان يسمونها عقود التمويل ويسمونها عقود اعتمان لماذا تسميه الاعتمان؟ لأن الأمانة ركن أساسي فيها فالشخص لا يتعامل مع شخص بالآجل يدفع له فلوس الآن ويطلبها بعدين إلا وهو يأمن هذا الشخص سواء أمنه لأمانة فيه أو أمنه لتوثيقات كثيرة تجعله بالغصر يؤدي هذه الأمانة فيجعلون البنك يجعلون الراتب عندهم ويأخذون رهن يأخذون كفيل غارم يأخذون كفالة حضورية هكذا فقد يكون الشخص ليس بالأمانة لكن هناك أمور تجعله يؤدي الأمانة ولو لم يرضى إذن من تسمياتها تسمى عند الكثير من المصارف بالعقود الاعتمان المصرفي أو الاعتمان المالي وتسمى أيضا بعقود التسهيل أو بالتسهيلات البنكية لأن الذي يأخذ هذه أو يتعاقد هذه العقود في الحقيقة لأجل أن يأخذ المال لأمور أخرى فهو يتعامل مع هذه العقود يريد المال أو ليس عنده مال يدفعه الآن كاش ويريد السلعة الفلانية فيسهل عليه البنك ذلك فشخص يريد أن يشتري بيت البيت قيمته مليون وخمسمائة ألف ما عنده مليون وخمسمائة ألف يذهب إلى البنك ويتمول تمويلا عن طريق التورق أو عن غيرها من الطرق ليسهل عليه شراء البيت فلأخذ تسهيلات بنكية ما معنى التسهيلات البنكية هذه العقود يسمعون دائما فلان يقول أخذ تسهيلات بنكية ثم ذهب ما معنى التسهيلات البنكية يعني أنا لا يوجد عندي النقود فأخذتها من البنك وبعد ذلك صرت أسدد للبنك عن طريق غيره من العقود طيب إذا تبين ذلك أو قبل أن يتبين ذلك قبل أن ننتقل لنقطة التي تليها في سؤال على ما تقدم في سؤال على ما تقدم طيب ننتقل للنقطة التي تليها وهي العلاقات والألفاظ ذات الصلة الألفاظ ذات الصلة الألفاظ ذات الصلة بين عقود التمويل و غيرها من العقود تسمعون كثيرا بعقود الاستثمار عقود الاستثمار هل عقود الاستثمار هي عقود التمويل أو أنها جزء من عقود التمويل أو أن بينهما علاقة تبايل لا علاقة بينهما أقول عقود التمويل عقد يراد به أخذ المال لدفع عوض عنه ولا يراد منه تنمية المال ذات العقد لا يرد منه تنمية المال قد ينمي المال بعقد آخر قد ينمي المال بعقد آخر وإنما هو يريده ليشتري به بيتا ليشتري به سيارة لغيرها من الأسباب لكن هو يدخل هذا العقد ليسهل عليه أخذ المال كما تقدم معنى في القرض القرض ذاته ليس تنمية للمال وكذلك التورق ذاته ليس تنمية للمال شخص يتورق لا ينمي المال هو يأخذه الآن ليرده هذا أصل عقد التنويل بخلاف عقد الاستثمار الاستثمار واضح من اسمه اللي هو أن عقود الاستثمار عقود يراد بها تانمية الأموال يعني تدخل في عقد مضاربة عندك نقود أنا عندي مئة ألف ريال أريد أن أنميها أدخلها عقد مضاربة سواء مضاربة بالأسهم مضاربة بسلع أخرى ويختلف طبعا المضاربة هذه عن مضاربة هذه أدخلها في هذه العقود لأجل أن تأتي لي بعد ذلك بعوائد مالية إذن هذا هو أكبر فرق بينهما أن عقود الاستثمار يراد منها تانمية الأموال بينما عقود التنويل لا يراد منها تانمية الأموال وإنما يراد منها أصل على المال والحقيقة أن غالب عقود التنويل تكون ذاتها عقد استثمار لطرف الثاني أنا أتمول والطرف الثاني يستثمر يعني البنك إذا تورقت معه لماذا يتورق معي؟ أنا أريد المال فأتي أنا المال هو ما الذي يستفيده؟ البنك أليس تنمية المال؟ أدفع البنك مئة ألف وترجع له مئة عشرين ألف؟ أليس هذا الاستثمار؟ هو يريد الاستثمار الفائدة بينما أنا لا أريد الفائدة لا أطمح إلى قضية الزيادة في المال أنا أريد المال نفسه إذن هو من طرف عقد التورق تمويل ومن طرف البنك استثمار قل مثل ذلك في الإيجارة المنتهية بالتمليك الإيجارة المنتهية بالتمليك السلعة السيارة قيمتها بالسوق لو باعها البنك مباشرة مئة ألف لكن لو أجرها علي أربع سنوات ثم بذلك ملكني إياها سيحصل على كم؟ البنك سيحصل على مئة واربعين ألف إذن هو لما المال بدون ما يأخذ مئة ألف نماه إلى مئة واربعين ألف لكن أنا هل هناك مال نميته؟ ولا فقط سهل علي الحصول على السيارة؟ ما نميت مال بالعكس خسرت مال لكن سهل علي الحصول على السيارة فصار عقد تمويل تسهيل بنكي سهل علي فهو من طرف تمويل ومن طرف البنك عقد استثمار وضح الفرق بينهما وضح الفرق بينهما طيب المسألة التي تليها العلاقة بين عقود التمويل وعقود المتاجرة العلاقة بينهم عقود المتاجرة هي البيوع العادية والمعاملات العادية التي تكون في التجارة لتنمية الأموال البيع والشراء ونحن ذلك حتى لو لم تكن لتنمية الأموال حتى الاستفادة من السلع الفرق بينهما بين عقود التمويل أن عقود التمويل بالأجل فيها ركن أساسي فلابد أن تكون إحدى السلع مؤجلة أو إحدى العواضين مؤجد يعني السيارة تباع علي الآن مئة ألف و فصارت أسدده ثلاث سنوات والتقصيد بمئة وأربعين ألف أثر أثر الأجل أقول هنا أثر الأجل بخلاف التجارة التجارات العادية فالتجارات العادية الأجل غير مؤثر فيها الأصل أن تكون حالة الأصل أن يكون البيع حاد وقد يؤجل تأجيل غير مؤثر في ثمن أنا اشترت سيارة قالي ترى أوراقها مبطالة لا بعد أسبوعين طيب ما عندي مشكلة سأخذها بعد أسبوعين هل هذا ينقص من قيمة السيارة يصير الأمر سهل ما ينقص من قيمة السيارة أجال يسيره جدا فهذا لا يؤثر إذن العقود التجارية لا يراد منها تيسير المال على الشخص إنما يراد منها الاستفادة من السلعة أو الاستفادة من العين المباعة أو الاستفادة من النقود لكن ذاتها عقود عادية لا يوجد فيها تسهيل على أحد الطرفين ولا يوجد فيها أجل وإن موجد الأجل فالأجل غير مؤثر فيكون أجل يسير جدا لا يؤثر في الثمن بينما عقود التمئيل يراد منها التسهيل على أحد الطرفين على المتمول هذا أمر مهم جدا وضروري جدا ثانيا يراد من هذه العقود أو الأجل في هذه العقود مقصود لذاته فلا يوجد عقد تمويل ما فيه أجل كلها ستجدون وكما عرفنا قبل قليل أنها عقود مؤجلة بعقود حاضرة شيء مؤجل بشيء حاضر فهذا هو الفرق بين العقود التجارية من بيع وغيره وإيجارة عالية بعقود التمويل بعقود التمويل طيب ظهر معنا ذلك ننتقل للمسألة التي تليها أو في سؤال طيب ننتقل للمسألة التي تليها وهي عبارة ستتكرر معنا كثيرا الفرق جيد الفرق بين ماذا وماذا عقود التجارية وعقود التمويل عقود التمويل والعقود التجارية العقود التجارية ذكرتها لك قبل قليل مثل عقد البيع عقد تجاري عادي من عقود التجارات عقد البيع عقد العقود البيع العادي عقد البيع العادي اللي ما فيه أحد الأجلين أو أحد العوضين مؤجد هذا الغالبا يكون حالا الثمن والمثمن كلاهما حال ولو أجلنا أحد العوضين فغالبا أن هذا الأجل لا يؤثر في الثمن يصبح الأجل قريب جدا ما يؤثر في الثمن والتأجيل لا لأجل التسهيل على أحدهما في المال ونحوه إنما أخذوا بعد سبوع لأجل أني لا أستطيع الآن أن أوفره لك لكن ذات المال على حاله السلعة بمئة ألف هنا بمئة ألف هنا بخلاف عقد التمويل عقد التمويل مثاله بيع التقصيد بيع التقصيد من عقود التمويل بيع التقصيد هذا عقد تمويلي والبيع العادي عقد غير تمويل بيع التقصيد الأجل مؤثر فيه ولا غير مؤثر يا أخ دينا يؤثر في الثمن ولا غير مؤثر في الثمن بيع التقصيد السلعة المؤجلة يؤثر إذن البيع العادي إن حطينا فيه أجل فهو قصيد جدا الأجل ما يؤثر في الثمن بيع التقصيد لا الأجل مؤثر السلعة بمئة ألف الآن إذا بعتها بالتقصيد سر بمئة وخمسين ألف هذا الأمر الأول الأمر الثاني بيوع التقصيط فيها تسهيل على المشتري لماذا جعلنا السلعة يقصط السمن فيها لماذا لأجل التسهيل على المشتري في دفع السمن الثمن غير موجود عنده الآن أما البيوع العادية فهي بيوع عادية لا تسهيل على المشتري تدفع للنقد الآن كله كاملا هذا هو الفرق الثاني طيب نأتي للمسألة المهمة التي بعدها وهي سيتكرر معنا في المنهج عبارة مهمة جدا نسيما أن غالب دروسنا هنا نوازل لا بد أن نردها إلى أصولها سيتكرر معنا التكييف الفقهي سيقول والتكييف الفقهي لكذا هو كذا ما معنى التكييف الفقهي طبعا بعض أهل العلم يسميه تكييفا فقهيا وبعضهم يسميه توصيفا فقهيا توصيف فقهي التكييف الفقهي هو أن ترد المسألة إلى أصلها فتنسب نسبة إلى مسألة معروفة عند الفقهاء لها باب مستقل فنأتي مثلا إلى مثلا إلى الحساب الجاري في البنوك ونقول ما تكييفه الفقهي هو عند الفقهه وشو يعتبر حتى نعرف أحكامه لأننا لا نستطيع أن نرف الأحكام حتى نعرف تكييفه عند الفقهة فيقولون تكييفه الفقهي هو أنه طيب ممتاز نعم وش أساسه أحسنت أو أحسنتي ما أساسه أساسه عند الفقهة معناه أصله عند الفقهة أنه قرض ممتاز إذا تبين أن أصله أنه قرض إذن ما حكم أخذ الفائدة عليه حرام يعني كل قرض انترى منفعة فهو ربع ما حكم كذا ما حكم كذا كل هذه الأحكام لا نستطيع أن نصدرها على مثل الحساب الجاري حتى نكيف ما هو لكن لو اعتبرنا أن الحساب الجاري ليس قرضا قلنا لا هو ليس بقرض هو وديعة بنكية أن توجع فلوسة عند البنك أمانة عند البنك فما حكم أخذ الفائدة عليه هنا حلال ولا حرام حلال ولا حرام نقول حلال الحساب الجاري هو الحساب الجاري لكن لماذا اختلف الحكم لأننا اختلفنا في تكييفه فمن كيفه بأنه قرض جعله مثله مثل القروض قال بأنه لا يجوز أخذ الفائدة عليه ومن كيفه بأنه وديعة بنكية وديعة عادية قال يجوز لأنه لا ربا فيه يجوز لأنه مقرض إنما يكون ربا إذا كان قرضا وهكذا في كل المسائل التي ستأتينا نأتي إلى الإجارة المنتهية بالتمليك نقول ما تكييفه بصور كثيرة الصورة الأولى ما تكييفه قال الصورة الأولى تكييفه أنها ابتدأت إجارة وانتهت ببيع طيب الصورة الثانية قالوا لا الصورة الثانية تختلف تكييفها بأنها بيع تقصيد هذه مبادة ببيع هذه بيع تقصيد الأحكام قالوا نعم ما سبب الأحكام؟ لأجل التكييف الفقه التكييف الفقه لها أسوأ وضح معنى التكييف طيب النقطة التي تليها النقطة التي تليها نحن مادتنا الصوت يقطع عند الجميع الصوت يقطع عند الجميع هو المشكلة أن نت عندي ضعيف أنا موجود أن نت عندي يزيد وينقص مع أنه غالبا بحمد الله أن نت جيد عندي لكن التقطيع هنا يمنع من الاستفادة من المعلومة ولا تقطع خفيف يعني ما هي المعلومة تصل المعلومة تصل النت عندي الأصل أنه قوي بحمد الله وكل محاضرة يلقي فيها والنت قوي لكن العصرية هذه ما أدري هل فيه بالعصريات طيب مسألة التي تريها مادتنا اسمها مادة التمويل الإسلامي هل لفظ الإسلامي هنا لفظ كاشف عن التمويل أو أنه قيد يخلد غيره هل كل التمويلات إسلامية أو فيه تمويل إسلامي وتمويل غير إسلامي قيد أحسنت ليس لفظ كاشفا بل هو قيد يخلد غيره فهناك تمويلات إسلامية وهناك تمويلات غير إسلامية فالتمويلات الإسلامية هي التمويلات التي تأتي على وفق الشريعة الإسلامية وفائدة الشريعة الإسلامية لم تحكم على كثير من العقود لأن العقود كثير منها يستجد وإنما جعلت ضوابط جعلت أصل والأصل في العقود الإباحة ولكن جعلت الضوابط فقالت كل عقد اجتمل عقد جديد عتقنا من هذا الضابط في ضابط آخر قال نعم كل عقد اجتمل على غرر فهو حرام إلا في استثناء في يسير فيصح وإلا استثناء آخر الغرر التابع فيصح وإلا كذا الغرر الذي في الوصول فهذا يصح فيأتينا أي عقد ننظر فيه غرر قالوا إيه والله فيه غرر الغرر يسير ولا غير يسير قالوا الغرر والله كبير تابع ولا أصلي قالوا لا والله أصلي إذن حرام لا والله الغرر يسير إذن حلال نعرضها هكذا كل عقد مبني على الظلم فهو حرام إذن الأصل الإباحة الأصل الإباحة ولكن هناك عقود محرمة ما هي العقود المحرمة كيت وكيت وكيت بالضوابط الفلانية الشريعة ما سردت العقود المحرمة وقالت والباقي كل حلال لا جعلت ضوابط نضبط بها ولذا كل ما جاءنا عقد جديد استطاع الفقهاء أن يتعاملوا مع هذا العقد بسهولة ويسر لأن الشريعة مرنة تأخذ كل ما هو مفيد وتدفع كل ما هو ضار فما عندنا خلاص عندنا البيع التقليدي الشراء التقليدي الكذا التقليدي والباقي حرام لا أو كل شيء جديد حلال لا نقول عندنا ضوابط ينظر إليها الفقهاء هذه الضوابط كل ما جاءتنا نازلة درسها الفقهاء جاءتنا مثلا قريبا النقود الإلكترونية جلست وكتبت فيها بحوث هذا شيء هل يمكن أن تكون قد نصت عليه الشريعة لا ولكن الشريعة الإسلامية عطتنا ضوابط ونحن نبني عليها وهذا ما جعل هذه الشريعة الشريعة مستمرة ترد شيء الله سبحانه وتعالى ما فيها مثل ما في القوانين والأنظمة كل شوي تجدد كل شوي نعيد النظر فيها لا جاءتنا الشريعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل قوله تعالى إلى أن نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة خلاص من هذا اليوم إلى أن تقوم الساعة لا يوجد شيء أو زمان لا تكون الشريعة صالحة فيه العقود هذه التي جاءتنا منها ما يتوافق مع الضوابط الشرعية مع الضوابط الشرعية فما توافق معها فإنه يسمى بالإسلامي وليس معنى الإسلامي أن الإسلام قد جاء به لا وإنما معنى أن الإسلام يبيحه وهو يوافق الإسلام فمثلا كثير من المعاملات النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر اطلع على معاملات جديدة ما كانت موجودة في مكة فهل ألغيت كل المعاملات ولا جعل لها ضوابط هاجر وأهل المدينة كانوا يسلمون في الثمرة السنة والسنتين لأن أهل المدينة كانوا أهل ثمار وأهل مكة لم يكونوا أهل ثمار فالنبي عليه الصلاة والسلام هل ألغى العقد؟ لم يلغه هل أباحه مطلقا؟ لم يبيحه مطلقا وإنما جعله ضوابط فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فأعطانا النبي عليه الصلاة والسلام الضوابط الشرعية لكل عقد من عقود السلام إذن الشريعة توجه وتصحح وما وافقها لا إشكال في أن يسمى إسلاميا على خلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول لا ما نسميه إسلامي يعني إسلامي معناها أن الإسلام قد جاء به فهل الإسلام قد جاء بالتورق ولا شيء جاء بعد ذلك أباحه أهل العلم شيء جاء بعد ذلك أباحه أهل العلم ليقول لا تستنهي إلا مباحا ومن أهل العلم من يقول لا إشكال في أن يسمى بالإسلام ولا مشاحة في الصلاح لا مشاحة في الصلاح أما ما يقابل الإسلامي فيسمى كثيرا بالتقليدي ويقول لك هذه بنوك تقليدية وهذه معاملة تمويل تقليدي الحقيقة أن هذه التسمية السمية التقليدية لأن هذه المعاملات وهذه البنوك أول ما نشأت في الغرب فجعلت هي الأصل جعل هو الأصل أنها نشأت في الغرب على أنها ربوية أو على أن هذه المعاملة ربوية ثم نقلت إلى بلاد الإسلام فقيل تقليدي أي راجع لما سبق وهذه قد تدخل في قول البي صلى الله عليه وسلم يأتي عن الناس زمان يأكلون الربا يسمونه بغير اسمه ويشربون الخمر يسمونه بغير اسمه فتسمية هذه أمور تقليدية هي من تسمية الربا بغير اسمه بل الأصل أن تسمى ربوية وهذه معاملات ربوية طيب الأخ طارق يقول طيب فيه مقرر أو تفليغ نراجع منه يا دكتور هذه تكلمنا عنها في أول المحاضرة وقلنا الأصل هي المحاضرات المرئية والمسموعة التي ألقيت عليكم طيب المسألة التي تريها ما أهمية عقود التمويل ما أهمية هذه العقود عقود التمويل حقيقة العقود التمويل لها أهمية بالغة على المستوى الجولي وعلى المستوى الفردي فالتمويل أو الناس لا يستطيعون أن يشتروا كل ما يريدون بالنقود التي عندهم بالدفع المباشر فأنا لو أردت أن أشتري سيارة والسيارات الآن 140 ألف 150 ألف 80 ألف هكذا أنا ما أستطيع أن راتبي مثلاً عشرة آلاف ما أقدر أجمع بهالصورة ذي أقعد ثلاث سنوات أجمع ثمانين ألف ثلاث سنوات شاق جداً علي أن أجلسها بغير سيارة إذن ما الذي أفعله لابد أن أحتاج إلى تمويل فأذهب مباشرة وأشتري السيارة بتقصيد أشتريها عن طريق الإيجارة المتهية بالتمليك أتورق من البنك ثم أشتري السيارة الدولة نفسها هل كل المشاريع التي تقوم بها تدفعها كاش ما تستطيع كثير من الدول لا يستطيع نحن دولتنا بحمد الله تعالى دولة غنية من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا البترول الذي تحت الأرض لكن الأصل الدول ما تستطيع على مثل هذه الأمور يبنون المستشفيات والمدارس والمدارس والأمور الكبيرة جداً والمشاريع النقد المباشر لا تحتاج الدول كلها بلا استثناء تمويل وإذا ترى اقتصاد الصين واقتصاد أمريكا وكلها دول مقترضة قروضاً كبيرة تعتبر من أكبر الدول اقتراضاً في العالم مع أن اقتصادية من أقوى اقتصادية العالم لماذا؟ هم مواشدون يستطيعون أن يسجد الديون لكن يحتاجون إلى التمويل لكثرة المشاريع التي عندهم فالبنوك المركزية تمول البنوك العالمية تمول غير ذلك وما يؤول لماذا؟ لإنشاء هذه المشاريع التي لا يستطيع الشخص أن يقوم بها دون تبويل كذلك التمويل يسهم في تنمية الاقتصاد التمويل يسهم في تنمية الاقتصاد المال يدور في السوق والكل يشتري ولو قطع التمويل عن السوق يصل هناك أسات كبيرة جدا لو كل شخص ما يشتري اللي يقدر عليه بس سوق السيارات سيتعطل سوق العقار سيتعطل إلا منهم الواجدون فسيحصل كساد كبير جدا في الدولة لماذا؟ لأن كثير من الناس لا يستطيع على ذلك طيب النقطة الأخيرة وأختم بها درس اليوم التمويل مبني كما قلنا على الاعتمان وقلنا يسمى هذه العقود بعقود الاعتمان والاعتمان مأخوذ من الأمانة والشريعة الإسلامية شددت جدا على قضية الأمانة والاعتمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فهذه العقود كلها مبنية على أني أخذ نقود لأردها الشريعة الإسلامية شددت على مثل هذه الأمور وقال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم إلى جاء وقت الأجل أبدأ تماطل هذا ظلم في الحديث لي الواجد الليل هو المطل والواجد هو الغني ظلم يحل عرضه أي شكايته عند القاضي وعقوبته أي السجن ونحو ذلك وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغفر للشهيد كل شيء إلا دين فينبغي لمن أراد أن يدخل مثل هذه العقود أن يتحرز مثل هذه الأشياء قضية أخذ أموال الناس وعدم الأداء هذه أمور خطيرة جدا ينبغي التحرز منها كذلك قد انتهينا يعني التي عرضناها في درس اليوم بقيم عندنا أربع دقائق أولا أنبه إلى قضية المنتدى والمنتدى موجود في تدارس سأنزل موضوع أسبوعيا عن أسئلة هذا الأسبوع لمن أراد أن يسأل ومستطيع أن يسأل في المحاضرة يسأل في المنتدى والمنتدى أكيد كلكم حصلتم على الرابط عن طريقي حصلتم على الرابط عن طريقي لأنه أعلن الرابط في المنتدى وهذا الرابط مستمر يعني كل الدروس عن طريق هذا الرابط كل الدروس عن طريق هذا الرابط أخير إن كان فيه سؤال أو استفسار الأسئلة متاحة لكم كان في سؤال فأنتلق المحادثة قلت لكم المادة العلمية كررت أكثر من مرة هي المحاضرات المسبوعة والمرأة سأضعه رابط في المنتدى سأجعله رابطا في المنتدى بإذن الله لا تغني عن المحاضرات المسموعة والمرأية الذي ألقيه لا يغني عن المحاضرات المسموعة والمرأية الشرائح الأصل أنها تكون موجودة لكن كما ذكرت لكم البلاك بورد هذا الذي تحضرون عنه سيء جدا في شرائح البوربوينت حرائح تتداخل فيها الأحرف الخط فيها يكون سيء جدا أنا ألقي على المحاضرات الصباحية عن طريق البوربوينت والحقيقة سيئة جدا لكن سأحاول سأحاول بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى وإياكم وإياكم نعم مسجل بإذن الله تعالى ستنزل ركزوا على المرأي ركزوا على المرأي والمسموع الأهم من لقاءة الحية وفق الله من يعلم ما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجبعين